في التجربة العراقية التي خاضها آلاف المحتجون لتغيير نظام السائد تحديداً الذي يقف في وجه العدالة وتحقيق المطالب وثقت لمنظمات المحلية والدولية حقيقة الغياب شبه التام لمؤشر الحريات بمختلف مجالاتها المؤشر العربي صادر مطلع العام الحالي وثق منسبته 90% من شريحة الاستطلاع العراقية يؤكدون عدم وجود مؤشر حرية بالتعبير عن الرأي على منصات التواصل الاجتماعي تصنيف منظمة بيت الحريات العالمية الصنف العراق بالمرتبة التاسعة على المستوى العربي في مؤشر الحريات السياسية والمدنية لعام 2020 وبدءاً من رغبة الشارع التي كان لها أمل في إحداث تغيير ديمقراطي عبر صناديق الاختراع والتي تحطمت على أبواب نفوذ السلطة في العبث بقانون الانتخابات عبر وضع آلية سانت ليغو وما يدور حولها مروراً برفض حقق ما نسبته 77% لنهج الأحزاب الذي يقصي حرية المستقلين أو إنضاج الوعي السياسي إلى توثيق نسب حرية التجمع والتنظيم وحرية الرأي والإعلام والمعتقد التي لم تتجاوز حدود الإيمان بوجودها في العراق بنسبة 7% وذهب 73% وفق المؤشر العربي إلى الاتفاق مع مقولة أن المجتمع غير مهيئ لممارسة النظام الديمقراطي وللعراق باع طويل في البحث عن مبادئ العدل والمساواة بوصفهما أهم شروط الديمقراطية اتفقا 19% على نسبة انتشار العدل في البلاد إلى جانب ما نسبته 6.6 من مؤشر 1 إلى 10 حول عدم القدر على انتقاد الحكومة وقد كان العراق الأعلى بين الدول العربية بهذا الشأن أوجه كثيرة للحرية مقتورة في بلاد الرافدين يحذر المتابعون بشدة للشأن العراقي على أنها ستكون فتيلة أزمة ستنفجر مستقبلا إذا لم تستمع السلطة لصوت الشارع ولو بعد حين ترجمة نانسي قنقر